حاجة من قلبك أياً كانت حتقولها للناس بصدق زي ما هي على المسرح تمام موافق؟ موافق بس أعود على الكرسي ماشي وأنا موافقة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذه الدقائق التي هي تمر من تمر العلم والقراءة مالك بن نويرة كان له أخ شئي اسمه متمم بن نويرة مالك بن نويرة مدفع روب الردة فبكاء أخوه متمم وكان متمم هذا شاعرع فقال وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعه فلما افترقنا كأني ومالكا لطول افتراق لم نبت ليلة معه وقرأ هذين البيتين على سيدنا عمر بن خطاب فقال عمر الله الله لو كنت أعرف الشعر لقلته في أخي زيد زيدة ابن الخطاب أخو سيدنا عمر بن الخطاب ومات قتيل شهيد فمتمم بن نويرة قال لي سيدنا عمر لو مات أخي كما مات أخوك ما بكيت عليه أبدا لأن أخوك مات شهيد أما أخي فمات في حروب الردة فشتان بين رجل مات شهيدا وبين رجل مات مع المرتدين أقول هذا الكلام لشهداء غزة وللشاعرين بفقد أهل غزة الذين هم شهداء ونحتسبهم عند الله من الأبرار الله يرحم شهيدهم ويثبت حيهم ويواسي جريحهم جمل الله حياتكم وتقبل منا ومنكم وأسأل الله أن يستجيب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا تقبل اللهم منا وقبلنا وعلى طاعتك أعنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وقض لنا حوائجنا اللهم فك عن كل مهموم همه ونفس عن كل مكروب كربه زدنا ولا تنقصنا وارزقنا ولا تمنعنا وأنت خير الرازقين واجعل نصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين والمسالمين ربنا إنك أنت السميع العليم وآخر العوانة أن الحمد لله رب العالمين شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر